السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيدكم مبارك وكل صنعته طيبين الفيديو اليوم عايز اعمل اسكراب للبنات بمناسبة العيد صراحة الفيديو اعملت قبل فترة بس ملقيت زمن ادبلج الفيديو واليوم خررت اقولت لازم ادبلجة وانزل اشان الناس تلحق وتعمل المكونات بسيطة جدا ماء ورد وسكر وقشور البرتغال طبعا انا كلما انظف فواكه وخاصة البرتغال بحتفز بالقشور في التلاجة بحطها في كيس التلاجة او الزيبر باك بتقعد فترة طويلة لحد ما احصل على الكمية اللي انا عايزة او تصل الكمية اللي انا عايزة واستخدمها فالطريقة هنا بضيف ماء الورد في الاول اشمد بوز لي الخلاط وبعدين قشرة البرتغال احاوريكم الشكل السكراب من قريب ده الشكل او القوام لاحزة واوريكم في يدي هاوريكم طريقة الاستخدام بعد ما اخلص آآ الخلط ها عمبيو في برطمان السكراب ده الاسكراب ده بيقعد من ثلاثة لي اربع شهور في التلاجة ومن شهر لي شهرين برا التلاجة لانه المواد المستخدمة ما بيبوز بسرعة فدي ميزة جميلة جدا عشان كده انا بعمل كمية وبخليها في التلاجة وكد ما انا عايزة بستخدم هاخلص الباقي وارجع عليكم طبعا برضو في ملحوظة مهمة جدا اه ما تحطوا السكر في الخلطة وتحتفظوا بها لا السكر خدوا المختار اللي بتكفيكم واضيفوا سكر وعركم مباشر يعني سكر بتضيفه في اللحظة اللي انت عايزة تتعركي كده انا خلصت الجزء الثاني الكمية بتقعد معاي حوالي شهرين او شهرين ونصف او ثلاثة شهور هنا احاوريكم طريقة الاستخدام ضفت السكر بتاخدوا السكراب كمية مناسبة وتضعكوا بيو جسمكم فما بيلسك لكن لازم تحاولوا تضخطوا على البشرة او الجسم وتكرروا الخطوة دي لحد ما الموية بتحت السكراب تتشرر في الجسم او الموية تتشرر في الجسم شايفين كده بعمل الحركة دي او الخطوة دي مرتين وثلاثة واربعة لحد ما اخلص كل الكمية المعاي شايفين